ثم قال شيء تاني أحبائي في لا تقاو مؤشر قال من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فترك له الرداء أيضا تعرف أحبائي الرداء اللي هو العباي خلينا نسميها اللي هو بحسب الكتاب يسميه الفراش أو الغطاء في الليل كانت الشريعة شريعة موسى تسمح برهن الثوب لكن تمنع رهن الرداء ولازم يرده في المساء لأن لا يسمع أنين أو صراخ هذا الشخص فالله يرى ويجازي فشيء مهم أنه كان لازم يرجع حتى لو ما ديون قبل نهاية اليوم هذا الرداء لأنه في ناس كتير فقرة عادة اللبس هو الثوبة الداخلة اللي بيكون على اللحم والرداء الخارجي اللي بيكون غطاء وبيكون فرشة وبيكون سند وحماية من الحر ومن البرد يعني كذا كذا لكذا غرض فإذا المسيح بيتكلم حتى لو شخص أراد أن يأخذ ثوبك اللي هو الرداء الخارجي حتى اترك الرداء يعني لهذا الشخص ثم قال يسوع المسيح ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين طبعا هون ابتدى يتعمق أكثر الشعب تحت الحكم الروماني والجند الروماني كان يجي أي يعني شاف أي شخص يهودي تعال احمل الأمتعة تعال خد لهذا الغرض لهذا الميل أو وصله للجهة الأخرى طبعا يسوع بيتكلم أنه الميل اللي انت بتصير فيه لا تكون عابسا ولا تكون مغتازا أو غاضبا لكن كمان امشي معه ميل زيادة فوق المفروض حتى تكون انت في الحالة الأقوى انت تكون فعلا الشخص اللي ماسك زمام الأمور اختيارا وطوعا وهذا طبعا بيظهر المحبة اللي بتلمس الشخص الآخر ثم قال يسوع المسيح من سألك فعطه ولا ترده بيتكلم عن المحبة بيتكلم عن العطاء والخير عن روح المسامحة والوداعة أيضا ترجمة نانسي قنقر